الرفعة عند رب العالمين ليست بالعلم فقط وإنما تكون بتحقيق الغاية من هذا العلم لذا قال سبحانه ضاربا لنا الأمثال في بعض الأناس الذين أعطاهم الله العلم ولكنهم بكل أسف لم يراعوا حرمة هذا العلم ولم يحققوا الغاية من هذا العلم فضرب الله بهم المثل وشبههم إما بالكلب وإما بالحمار أكرمكم الله فقال سبحانه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وقال سبحانه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي ثم لم يعملوا بما جاء في التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا كمثل الحمار يحمل الكتب ويحمل العلوم فوق ظهره والحمار لا يعرف قيمة الشيء الذي يحمله هكذا ضرب ربنا جل وعلا المثل في كل من تعلم علما ولم يعرف قيمة هذا العلم ولم يعمل بقيمة هذا العلم كمثل الحمار يحمل أسفارا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ما قال ربنا جل وعلا في خاتمة الآية أفلا تتقون بل قال أفلا تعقلون لأنه ليس من العقل وليس من الحكمة وليس من المنطق أن يخالف الإنسان عمله قوله وأن يخالف قوله عمله لذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فأنا أقول مرتفع الإمام النووي إلى هذه المنزلة ومرتفع علماؤنا إلى منزلة الإمامة في الدين ليس بالعلم فقط إطلاقا وإلا فهناك من هو أعلم منهم وأعلى منهم كعبا ودراية كما قال الإمام الشافعي عن الإمام مالك رحمة الله عليهم أجمعين قال الليث أفقه من مالك إلا أن الحظوة صارت لمالك والله تبارك وتعالى هو الذي سبحانه وتعالى يفضل بين خلقه وعباده كما شاء ولا يسأل عما يفعل فأقول أيها الأحبة الكرام الغاية من العلم أي ما وصل إليه النووي والشافعي والأوزاعي وأئمتنا وعلماؤنا أن نحقق خشية الله سبحانه وتعالى